1790 أسرة في عموم ولاية البراكنا ستستفيد من هذه المواد القذائية في إطار برنامج التوزيعات المجانية الممول من البنك الإسلامي بالتعاون مع المندوبية العامة للتضامن وطني ومكافحة الإقصاء التآجر ومفوضية الأمن القذائي وتستهدف هذه العملية التي أشرف على انطلاقتها والي البراكنا سيد محمد للسارك تستهدف الأسرة المتعففة من خلال تقديم سدال قذائية متكاملة تحتوي على المواد القذائية الأساسية كالقمح والسكري والزيت والأرز هذا البرنامج المستوولية تستفيد منه 19.790 أسراء لمستوى البلديات البلق عددهم المستوولية واحدة أسرين بلدية بطبيعة الحال على أن 19.790 أسراء لا يستفيد بما يعادل 989 طون فاصل 5 من القمح بالإضافة إلى 494 طون و750 من الأرز بالإضافة إلى 98 طون و950 من الزيت ونفس الكمية أيضا من السكر بطبيعة الحال أن هذا البرنامج يأتي دعم للك الطبقات لفاصلة في النوع من التداخلات خصوصا قبل فترة الحصاد الزراعي بصورة خاصة الزراعة المطرية وقد عبر المستفيدون من هذا التدخل عن سعادتهم بهذه اللفت الكريمة مشيدين بالتدخلات الكبيرة التي تستهدف الفئات المحتاجة هي إذن عملية تدخل ضمن البرامج الاجتماعية التي تنفيها مفواطية الأمن الغذائي والهدفة إلى دعم الأسر الضعيفة والرافع من المستوى المعيشي لها لقناة الموريتانية محمد لياتمة مدينة أداب